حياكم الرحمن أحبات المشاهدين طبعاً إحنا وصلنا الآن بعد ما غيرنا وضفتنا الأمور وصلنا إلى القاعة والعريس موجود وكثير من الحاضرين من أهل العريس ومن أقارب العريس ومن أصدقاء العريس أتوا إلى هذه القاعة ليهنئوا بسا ويقولوا له مبروك وبارك الله لك وبارك عليك وجمع بينك وزوجك على خير إحنا الآن حنروح لعند العريس نسلم عليه سلام العرس وبعد كذا إن شاء الله نعمل دردشة مع بعض الحاضرين الموجودين في هذا العرس خلونا نبدأ نتوكل على الرحمة بسم الله شوية لو صلحتهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حي الله العريس مرحبا مبارك الله وبرك مبارك عليك وجمع بينك وزوجك على خير إن شاء الله طبعاً العريس منور ما شاء الله الحاضرين الكل أتى إلى هذا العرس ليهني ويبارك لمن؟ بسام الجبال بسام الجبال نعم بسام الجبال وهذا العرس أنشئ أو أقيم وكانت هناك فكرة أن يقام هذا العرس بلا قات الكل هنا يؤمن بأن القاتل هو أحد أسباب يعني ما نقول تخلف إنما هو أحد أسباب يعني خراب اقتصاد البلاد كما يقول أحد الحاضرين هنا لكن نسأل الله عز وجل أن يعني يوفق هذه البلاد لكل خير ونحن نقول للعريس بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينك وزوجك على خير ندعو الله عز وجل أن تعيش حياة كريمة مليئة بالسعادة وأن يرزقك الله عز وجل الذرية الصالحة إن شاء الله نحن فقط حابين نسمع كلمة من من؟ من العريس الغالي للحاضرين هنا جميعا ثم للمشاهدين الثنين المكرافونات نشكر الحضر جميعا نشكر كل من حضر وساهم ونشكر لأستاذ عموالي الشيخ حيضر حسان وكل من حضر ونشكر لأستاذ عموالي الشيخ حيضر حسان وكل من حضر ونشكر لأستاذ سعيده على هذا وإن شاء الله نصر رسالة لكل شباب أنه يفعل عرسه بدون قاعد إنه صلب الرئيسي في الدهور البلاد بلادنا الحبيبة اليمن الغالية والقاعد كلام جميل تحية للعريس تحية للعريس إذن إحنا بنخلي العريس يجلس ياخذ واحته وكل واحد يكون في مكانه إحنا بنلعز وجل حنحاول ندردش أو حنمشي لبعض الحاضرين هنا ونتكلم معهم رسالة أو كلمة يقدمها للعريس وكلمة أو رسالة حول القاعد إذن نخلي العريس ياخذ واحته تفضل يا عريس نعم تفضلوا يا جماعة شكرا أولا لحضوركم الطيب هذا أنا فقط أحب أسمع منك كلمة تقولها أو تهنئة للعريس الغالي ثم بعد ذلك نسمع منك رسالة حول إقامة العرص بلاقات برأيك أيش الهدف من إقامة عراس بلاقات ما الهدف من إقامة حملات يعني ضد القات تفضل يا شيخ أهلا وسهلا بالجميع ثم نقول لعريسنا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما على خير فأهلا وسهلا للقناة السعيدة حياكم وبالضيوف الكرام وبكل الحاضرين نقول لهم أهلا وسهلا في عرص آل الجبل فهياكم الله جميعا ففيما يخص سؤالك عن العرص بلاقات يا أخي الكريم الصراحة نتمنى من كل قلوبنا أن يكون هذا العرص يعني فاتحة فاتحة خير لأكثر من عرص يكون بلاقات أحد أن أهنأ أخي ورفيقي وصديقي بسامة الجبل صانع الحياة الأول وأقول له ألف ألف مبروك وإن شاء الله من عطاء إلى عطاء وأتمنى لك حياة زوجية سعيدة بإذن الله تعالى رسالتي جميعنا 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 سواء المخزنين والغير المخزنين ندرك ونقر ونعترف أن القات آفة اجتماعية ابتلانا بها الله سبحانه وتعالى والكل أنا على يقين تماما أن المخزن عندما تسأله هل تتمنى أن تترك القات الإجابة نعم أمية كل مخزن أن يترك القات ويقلع عنها لأنه يدرك أن القات أولا آفة اجتماعية واقتصادية وصحية وهي تؤثر على الجانب الديني أولا وأخيرا فأتمنى من الجميع أتمنى من الشباب الحاضرين كلهم أن يحضوا حذو هذا العرس وأن يعملوا عرسهم جميعا بلاقات وأيضا أن أقول للكل باختصار حياتك أحلى بلاقات جميل إذن حياتك ستكون أحلى بلاقات شاكر لك أستاذ نبيل تحيي عرس تكون بقات تقريبا هذا العرس فريد من نوعه أول مرة تحيي عرس بلاقات نعم هذه أول مرة أنشد بدون كات بس صراحة يعني يوم رائع ماتا يا كرام الحاي عيني تاركم وأسمع من تلك الديارين داكم الله اشتركوا في القناة الذين أتوا ليهنئوا العريس بسان منتظرين هذه اللحظات الجميلة اللي هي الزفة الليلية طبعا بفضل من الله عز وجل تساقطت الأمطار بإذن الله عز وجل يكون يوم خير وبركة للعريس بسان نسأل الله عز وجل أن يبارك له ويبارك عليه ويجمع بينه وبين زوجته على خير بإذن الله عز وجل يا رب من قلب صادق يا رب زوج كل عازب آمين احنا الآن طبعا في الزفة في نهاية هذا اليوم الآن هي اللحظة التاريخية اسمحوا لي أن أقول لحظة تاريخية لبسانه إن شاء الله سينتقل من حياة العزوية إلى حياة الزواج احنا الآن يعيش معه هذه اللحظات الأخيرة في هذه الزفة الجميلة هندخل مع بعض ونسلم عليه ونفرح معاه إن شاء الله ونسأل الله عز وجل أن يجعل حياته سعيدة خلونا نتحرك مع بعض بسم الله الناس كلهم حوالينا فرحانين جداً ما حنيقدر ندخل بسهولة والمرض من كل سادة وطارة في كل سادة يا جزا سعادة وخديدين أنا دوشايا من غافلين لازم نشيك الدور يا سيد الميلاسي أنا دوشايا من غافلين بارك الله وليك تبارك عليك وجمع بيناس وليك تحركين يا رب يا رب ويسعدك وانا من ريون الحاسدين قاش رحاش رحاش وهين نصفك يا جز أمسمعوا Yup امني من السّ drawnة والسّ drawnة والسّ Catherine والله أين كلتناعذرين هنا يهنعرون بcondبishop حكرة كيها بالسّ � irgend حكّا كيها بالسّى حكرا ابدّان 1 ، حكا كيها عليه كل سعادة ما ح respectively يا جزا سادة موسيقى موسيقى إليك ما قال المستشرق الذي عرف على دين الإسلام دين البشرية السمحاء البروفوسور منته الإسلام في جوهره دين عقلي فتعريف الإسلام العقلي بأنه طريقة تقييم العقائد الدينية على أسس من المبادئ المستمدة من العقل موسيقى ما أجملها من حياة هي تلك الحياة التي يعيشها الإنسان عندما ترتبط سعادته بسعادة من حوله من الناس فتكون تكاملا عقليا روحانيا عجيبا وتتحور الأجساد المتفرقة إلى جسد واحد متصل ببعضه البعم فإذا اشتكى منه عضو أي فرد تداعى له السائر الأجساد دعاء له وتعاونا ومساعدة بكل ما تجود النفس لجسدها هي ويتكون بذلك جيل خالي من الأنانية وحب الذات ويمتلئ فيها الخير والتعاون على البر والتعاون على التقوى أحبكم الله لتعليقاتكم ومقترحاتكم تابعونا على صفحتنا في الفيسبوك قناة السعيدة حياة الناس إلى أن نلقاكم ونتمنى منكم خالص الدعاء خاصة وأنتم ساجدون في رعاية الله عيش الحياة بخلاص واسعد جميع الناس بالكلمة والباس بالحب والإحساس عيش الحياة معهم شارت ملاجعهم بالخير السعدهم وانسح مدى معهم عيش الحياة بخلاص واسعد جميع الناس بالكلمة والباس بالحب والإحساس بالحب والإحساس بالحب والإحساس بالحب والإحساس بالحب والإحساس يا رب يقدرنا نسعد حياة الناس بالحب والإحساس بالحب والإحساس بالحب والإحساس